اهلا بكم اعزائي المشاهدين المتابعين ويلا نتكلم بالكامل عن تفصيل حدثة مقتل القمص ارسانيوس وديد في الاسكندرية صدق او لا تصدق مع الصحفي احمد الجدي طبعا القمص ارسانيوس وديد في الاسكندرية كان حديث كل وسائل الاعلام في الساعات الماضية بعد حدث مقتله على يد مسن ومحدش عارف ايه اللي حصل بالزبط والنهاردة جاي احكي لكم العديد من التفاصيل حوالين هذه القضية الشائكة مبدئيا القمص كان في رحلة مع بعض ابناء الكنيسة عند شاطئ ابو هيف واثناء خروجه من الشاطئ فوجئ بهذا الشخص المسن بيتقدم نحوه وبيضربه ضربة قاتلة في العنق تم نقله للمستشفى ولكن لم يتم لحاقه او ان سر الالهي طلع قبل ما يتم علاجه وتوفى في المستشفى وسريعا الامن يلقي القبض على قاتل القمص ارسانيوس السؤال هنا من هذا القاتل حتى الان الداخلية والامن لم يصدروا بيانا رسميا يوضحون فيه هوية القاتل واسبابه ولكن ما يتم تدوره الان انه راجل مهتز او مختل نفسيا موجود في الاسكندرية وكان عايش لفترات طويلة على شاطئ ابو هيف في الشتاء والصيف نايم في الارض ويبقى السؤال كيف تحول هذا المختل اذا كان مختلا الى قتل وهو السؤال التي ستجيب عنه النيابة العامة المصرية النائب العام المصري طالب بسرعة التحقيق مع هذا المجرم وسرعة تقديمه للعدالة حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر سيتم الكشف عن هوية هذا المجرم والاسباب التي دفعته لارتكاب الجريمة قد لا يكون مختلا كما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي وقد يكون مختلا والاهم من هذا او ذاك ان يتم تطبيق القانون المصر عليه وتوقيع اقصى عقوب عليه شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب بيعزي بابا توضرس بابا الاسكندرية وبترياق القرازة المرقصية في وفاة القمص وكمان بيعزي اسس القمص وبيؤكد ان ربنا سبحانه وتعالى يعني قال عن القتل انه افضع الجرائم التي ممكن ترتكب وان النفس البشرية هي اعظم ما خلقه الله يعني حتى قال ان منقتل الشخص وكأن القاتل قتل الناس جميعا لصعوبة هذه الجريمة طبعا البابا توضرس نعى وعزة اسرة القمص ووصف هذا المجرم وهذا العمل بانه عمل دنيء وابدى ثقته في القضاء المصري في سرعة الحكم على هذا الشخص حتى يكون عبرة لما لا يعتبر البعض ردد ان كان هناك شخصا اخر مع المختل نفسيا اثناء محاولة الاعتداء او اثناء الاعتداء الفعلي على القمص وتم القبض على الشخص التاني وتقيل في التحقيقات انه كان اصلا جاي للقمص عشان ياخد منه فلوس وما دوش علاقة خالص بهذا المختل سائق الشاحنة او الاوتوبيس اللي كان فيه القمص والناس اللي معامل الكنيسة برضو حاول المختل الاعتداء عليه ولكنه هو اللي قدر انه يمسكه ويسلمه للبوليس وطبعا تم القبض على هذا المختل وسط صيحات العديدين اللي فرحوا بالقبض على هذا المختل اللي قتل نفسا بغير زمن ساعات قليلة بالاكثر في الصباح الباكر سيصدر بيام النيابة العامة المصرية توضح لنا ما حدث في هذه الحدثة على الجانب الاخر في الغربية رجل دين مسلم داعية في احد المساجد وامام في احد المساجد اثناء خروجه من المسجد محامي بيعتدي عليه بسلاح ابيض ويضربه في انحاء متفرقة من جسده بابين ضرب باليد وضرب بالسلاح الابيض ونتج الامر عن اصابات عديدة لهذا الشيخ في يده وتم نقل مستشفى واسعافه وهو بخير ولم يقتل كما تردد في بعض وسائل اعلام ليكون اليوم هو يوم الاعتداء على رجال الدين بدون اي احترام للدين نفسه ولا للدين الاسلامي ولا للدين المسيحي كل تعزينة لأسرة القمص ارصاني وديد وكل تمنياتنا بالشفاء للشيخ سامح حريدي الذي تم الاعتداء عليه في الغربية وطبعا كلنا ثقة في القضاء المصري والنائب العام المصري المحترم في سرعة التحقيق مع هؤلاء المجرمين وتقدمهم للعدالة وتوقيع اقصى قوة ممكن عليهم حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر لو عاوزين تعرفوا اكتر عن حوادث كتيرة وتفاصيل كتيرة واخبار كتيرة تابعوا اكاونتي على تيك توك اكاونتي على فيسبوك وطبعا قناتي على يوتيوب سلام عليكم الصحفي احمد الجديد وصدق او لا تصدق